بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرةه السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا آثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلة عظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة نسست أساس الظلم والجول عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم بريتو إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباهم وعونياهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله على زياد وعول مرضى ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله بن مرجانة ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابيبك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك يرزقني طلب ثالك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيه بالحسين عليه الصلاة في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتغرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراوت من من قاتلك ونسب لك الحر وبالبراوت من من أسس أساس الظلم والجور عليكم وإبراه إلى الله وإلى رسوله من من أسس أساس ذلك وبنا عليه بنانه وجرا في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم بريتو إلى الله وإليكم منهم وتغربوا إلى الله ثم إليكم به مضالاتكم ومضالات ولیكم وبالبراوت من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وبدي لمن ظالاكم وعدف لمن عاداكم فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراهة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم غدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصاباً بمصيبة مصيبة ما عظمها وعظم رزيتها في الأسلام وفي جميع السماوات والآخرة اللهم اجعلني في مقام هذا من من تناله من صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محيا يا محيا محمد وعلم محمد ومماتی ممات محمد وعلم محمد اللهم من هذا يومون تبركت به بن ومهيا وابن وآكلة الأكبر اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبیك صلى الله عليه وآله في كل موتن وموقف وقف فيه نبیك صلى الله عليه وآله اللهم العنب وصفیان ومعاویه ويزيد ابن معاویه عليهم من كاللعنت وبدالعبدیه وَهَذَا يَوْمٌ فَرْحَتْ بِهِ عَالُّ زِيَادِ وَآلُ مَرْحَادِ بِقَتْلِهِمُ الْحُسَنِ سَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهم فَضَاعِفْ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَ مِنْكَ وَالْعَذَابَ الْأَلِيمِ اللهم إِنِّي يَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَفِي مَوْغِ فِي هَذَا وَاَيْ يَوْمِ حَيَاتِي بِالْبَرَاةِ مِنْهُمْ وَالْلَعْنَةِ عَلَيْهِمْ وَبِالْمُبَالَاتِ لِنَبِيِّكَ وَآلِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامِ اللهم العنع والظالم ظلم حق محمد وعول محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسن وشاوعت وباعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهور ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد المحسن وعلى أصحاب المحسن اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدا به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله ابن الزياد وابن مرجانه وعمر ابن سعود وشمرا وعلى أبي صفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد وحمد الشاكرين لك على مصابه الحمد لله على عظيم رتيه اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الغرود وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بدلوا مهجهم دون الحسين عليه الصناة